في تظاهرة جديدة خرجت بالقرب من بوغتغويال في العاصمة الفرنسية باريس شجبت تسع نقابة عملية على رأسها الاتحاد الصحي تدهور أوضاع العمل وطالبت بسياسات حقيقية فيما يتعلق بالتوظيف وزيادة الأجور وتعزيز نظام العمل الصحي والاجتماعي وعلى الرغم من تفاني موظفي القطاع الصحي إلى أن الوضع يزداد سوءا مع تفشي الوباء مما يتعين على الحكومة معالجة الأمر بشكل أسرع إلى أن الكثيرون يشتكون من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم رغم إلحاح الوضع أنا عدوة في البرلمان نحن هنا على وجه الخصوص لنرفض الاستمرار في سياسة التقشف على حساب القطاع الصحي لقد نبه مقدم الرعاية الصحية الحكومة قبل الوباء إلى حاجتهم للمزيد من الموارد البشرية والمالية ولكن الحكومة لم تظهر أي تحرك كما طالب المتظاهرون بالمساواة في الأجور بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة فورية صافية قدرها 183 يورو وزيادة في الحد الأدنى للأجور قدرها 300 يورو أنا هنا للمطالبة بتزويدنا بالموارد الكافية والإمكانيات اللازمة للعمل بشكل صحيح لتلبية الاختياجات الصحية للسكان اليوم وبعد عامين من هذا الوباء نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بتقليص عدد الأسرة في المستشفيات ولعدة سنوات شجب الاتحاد العام للعمال تدهور الوضع في قطاع الصحة حيث لم يعد تمويل الضمان الاجتماعي قادرا على مواجهة التحديات الصحية ما زال موظفو القطاع الصحي هنا في فرنسا يحتاجون وللمراتي المئة حتى من قبل أزمة كوفيد 19 ولكن على ما يبدو أن عام 2022 بأعداد الإصابة الهائلة بفيروس أوميكرون يزيد الثقلة على المستشفيات وعلى القطاع الصحي بلقس نحاس قناة الغد باريس ترجمة نانسي قنقر